اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج همزة وصل هي مساحة تفرضها قناة النيل للأخبار يوميا على مدار حوالي الساعة تقريبا لمناقشة أحد أهم أهم الموضوعات التي تدور على الساحة المحلية أو الإقليمية أو الدولية في حلقة اليوم مشاهدين الكرام نطرح موضوعا في غاية الأهمية وهو إلى أي مدى يمكن أن يسهم قانون الخدمة المدنية الجديدة في تحقيق الإصلاح الإداري للدولة مشاهدين الكرام هذا هو موضوع حلقة اليوم يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر عدة وصال يمكنكم عبر الهاتف يمكنكم أن تتواصلوا معنا من أي هاتف محمول على رقم 1451 أو من أي هاتف أرضي على 090-94-51 كذلك مشاهدين الكرام يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في سبوك وتويتر وجوب البلاس وسكايب وانستجرام مشاهدين الكرام نحن في انتظار أرائكم ومشاركاتكم التي اتصلوا إلينا على مدار حلقة اليوم ولكن أولا نشاهد تقريرا يرصد مدى إسهام قانون الخدمة المدنية الجديد في الإصلاح الإداري للدولة قانون جديد للخدمة المدنية تعاول عليه وزارة التخطيط والمتابعة لوضع حد لانتشار الفساد وتحقيق الإصلاح الإداري للدولة القانون الذي صدر منتصف مارس الماضي من المفترض أن يساهم في القضاء على الوساطة في شغل الوظائف العام وذلك من خلال وضع مادة تشتر التنظيم مصابقة مركزية وعلنية لاختبار المتقدمين للوظائف كما حدد القانون نظاما جديدا للأجور يشمل الأجر الوظيفية وهو يمثل 75% من إجمالي الأجر إلى جانب الأجر المكملة كما وضع القانون نظاما جديدا لتقويم أداء الموظف ومحاسبة المرؤوسين وحول الانتقادات التي وجهت للقانون من قبل البعض نفى وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي وضع حد أقصى للإجازات بدون مرتبة كما نفى ما أثير من أن القانون الجديد ترك تحديد الجرائم والعقوبات التأديبية للائحة التنفيذية وزير التخطيط أكد أيضا أن القانون لا ينتقص من اختصاصات نيابة الإدارية بل أعطاها سلطة التحقيق مع شغل الوظائف العليا والتحقيق في كافة المخالفات الأخرى نبدأ مشاهدين الكرام في استطلاع رأيكم التي وصلت إلينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وننتقل أولا إلى الزميلة ألاء حامد أهلا بك ألاء وأهم ما جاء لديك من أراء مشاهدين الكرام شكرا شهاب وأهلا بكم مشاهدين في غرفة المتابعة الإلكترونية كما تعودنا نتواصل معكم ونستقبل كل الأراء والتعليقات حول موضوع الحلقة والتي ترد إلينا عبر صفحة برنامج همزة وصل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وحتى الآن وردت إلينا الكثير من الأراء عن قانون الخدمة المدنية وإلى أي مدى يمكن أن يسهم في تحقيق الإصلاح الإداري في الدولة نتعرف معكم على تفاصيل هذه المشاركات وذلك باستعراض أول مجموعة منها الآن وأول مشاركة معنا من محمود أبو الليل وهو يقول يجب طرح القانون على الشعب قبل تفعيله حتى المواطن يعرف ماله وما عليه ويجب طرح أي قانون على الشعب قبل العمل به أو يتم تأجيل هذا القانون لحين مجلس النواب لأن الجهاز الإداري للدولة يجب هيكلته وخصوصا الإدارة المحلية يجب أن يكون بها قانون ينظم هذه الإدارة ننتقل إلى تعليق من عثمان حجة يقول أين نص القانون حتى نقول رأينا فيه كيف نقول رأينا فيه شيء لم نعرف تفاصيله حتى الآن وهو يرجو نشر نص القانون ننتقل إلى تعليق من صديق البرنامج الدائم محمد العريشي من الزقازيك وهو يقول هذا القانون هو إعطاء الدولة الضوء الأخضر لأصحاب المناصب القيادية في الدولة لنشر الفساد وجمع الأموال من الموظفين الصغار لإعطائهم تقرير صلاحية لا يستحقونه فإن الدولة لن تصلح جهازها الإداري إلا بالقضاء على الفساد داخل الجهاز الإداري وذلك بعمل أجهزة رقابية مخصصة ووطنية لا تكون من نفس المصلحة التي تراقبها حتى لا تنحاز إليها كان هناك جهاز يسمى الرقابة الإدارية فأين هو وأخيرا أقول هذا ربما يكون قانون فاشل وسيزيد الفساد وشكرا لأسرة البرنامج شكرا محمد مشاهدين كانت هذه أول مجموعة من الآراء والتعليقات حول موضوع حلقة اليوم إلى أي مدى يسهم قانون الخدمة المدنية في تحقيق الإصلاح الإداري للدولة هذا هو سؤال اليوم الذي ننتظر منكم المزيد من المشاركات عليه لنستعرضها سويا والآن نعود لشهاب شعلان إليك شهاب شكرا لك يا لأ وسنعود إليك مرة أخرى وإلى أراء مشاهدين الكرام التي ستصل إلينا تباعا على مدار حلقة اليوم في موضوعها هو إلى أي مدى سيسهم قانون الخدمة المدنية الجديد في الإصلاح الإداري للدولة نبدأ الآن مشاهدين الكرام مع الاتصالات الهاتفية وأرحب بكل من الدكتور أشرف صابر أستاذ الموارد البشرية وكذلك أرحب بها الأستاذ سعد النقيب نائب رئيس اتحاد عمال مصر وكذلك أرحب بالدكتور رشاد عبداللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان أهلا بكم جميعا وأبدأ مع دكتور أشرف صابر أستاذ الموارد البشرية دكتور أشرف أهلا بك أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أشرف يعني إلى أي مدى سيسهم هذا القانون الجديد في الإصلاح الإداري للدولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم هو ده أول قانون ينقص فيه على المعايير الخاصة بالوظائف المدنية هي حق المواطنين ولكن حدد أسس لها هي أساس الكفاءة والجدارة وده نلاقيه بباب الأول في الأحكام العامة تمام؟ حدد أسس الكفاءة والجدارة تمام؟ ده واحد طيب دكتور أشرف يعني هو حدد أسس الجدارة والكفاءة من يحكم أن هذا الشخص أو أن هذا المتقدم أو أن هذا الموظف هو كفء وجدير بالحصول أو العمل في هذه الوظيفة؟ المادة الثالثة قالت أن يجد إنشاء مجلس الخدمة المدنية بغرض المحترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد وحدد من ضمن الاختصاصات بتاعته واحد إبداء الرأي في القرامج التجذبية المقدمة لموظفين الخدمة المدنية تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظف الخدمة المدنية إلى جانب ذلك حدد أن يشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من رئيس الجمعية العمومية للقسمية الفتاوى والتشريع بمجلس الدولة وهذه ضمانة يجب النظر إليها نظرة موضعية لأن قسم الفتاوى والتشريع بمجلس الدولة له من الحجية وله من الاختصاص للمراقبة نمر أثنين رئيس الخدمة المدنية بالجهاز ثم خمسة في المدنية رقم أربعة خمس خبراء في إدارة الموارد البشرية والقانون يقترهم الوزير المختص في موت الثلاثة رواية قبل للتجهز نجد أن هذا القانون كمان حدد أن الأجل الوظيفي منصوط عليه جدوى معلن ومحدد فمش هينفع أن يكون فيه واحد بيتعين بالكيس لا ده تبقى للمواصفات هيتم تحديد الملتب بتاعه مدنة ربعة يقول يشك في كل واحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر للموارد البشرية تتكون من كمس أعضاء أحدهم قانوني وأحد متخصص في الموارد البشرية وهذه نصوص طريحة نص عليها القانون للاهتمام بتنمية الموارد البشرية يعني عندنا تسعين مليون مواطن منهم على الأقل خمسين مليون من الشباب النهاردة إذا في عندك دايما قال السيد رئيس الوزراء قبل كلهوات أنه عندنا مخنة لكنها يمكن أن تتحول إلى إيه حضرتك إلى ملح وهي التنمية في الموارد البشرية بنجد أن هذا القانون اختص في مكوناته الأساسية بالاهتمام صراحة بالموارد البشرية شكرا لك دكتور أشرف ابقى معنا سنعود إليك مرة أخرى وأنتقل إلى الأستاذ سعد النقيب نائب رئيس اتحاد عمال مصر أستاذ سعيد أهلا بك أهلا بسعادتك بس أنا مصحح الاسم سعيد النقيب لا ألسى سعد النقيب سعيد النقيب عذرا أستاذ سعيد أستاذ سعيد النقيب نائب رئيس اتحاد عمال مصر أهلا بك كل اتحالي لحضرتك والسادة عمال البرنامج والسادة المشاهدين أهلا بك أستاذ سعيد أولا يعني هل هذا القانون عرض لحوار مجتمعي كغيره من القوانين السابقة أم أنه لم يعرض على كل الجهات ولم يأخذ نصيبه من الحوار المجتمعي ولم يعرض على كثير من الجهات والمؤسسات واللجان النقابية المختلفة كل الاسم ستك صحيحة أنه يتكلمك بجول أنه لم يعرض على هيئات كثيرة خاصة الانتحاد عمال مصر وبالأسف الشديد لن يعرض الحوار المجتمعي وأنا أتوقع يمكن اللايحة التنفيذية هي أهم من مواد القانون أو اللايحة التنفيذية في الواقع بتاع هذا القانون أتمنى أن أحدث بها حوار مجتمعي لأنها اللي هتمثي الأواحي الخاصة بكل منشأة وهي فيتبقى فيها في الأهمية ونتعرض حضرتك أنها دائما بنخلط الضوء على المواد التي تنص على مخصوحة العاملين والخدمات المقدمة له نعم إذن أستاذ سعيد من وجهة نظرك هل ترى أن اللايحة التنفيذية التي حددها القانون بأن يصدرها رئيس مجلس الوزراء في غضون ثلاثة شهور من بدء العمل أو من صدور هذا القانون هل تتوقع أو هل بدأت الحكومة فعلا في طرح حوار مجتمعي وأخذ آراء الخبراء والمؤسسات والنقابات حول اللايحة التنفيذية المنتظرة؟ لا هذا حصل بالفعل أنهم عادوا على أنهم حوار مجتمعي ولكن لم يصلت حد عامل مصر أي دعوة لهذه المشاركة ولكن أنا أقول لحضرتك يجب أن تنص هذه اللايحة التنفيذية على مواد تتصل بالقانون لأن أغلب المحاكم في القضايا لا تأخذ باللوية أرجو أنها في المرة دي أنها تحافظ لمواد من القانون تحافظ على هذه اللايحة أنها من الممكن اللي استعانى بها القانونية نعم إلى أي مدى أستاذ سعيد طرح أو سمح القانون لللائحة التنفيذية بأن تكون محددة أو أن تكون لديها الحرية في تفسير أو توضيح تنفيذ عدد من المواد الموجودة في القانون أغلب المواد بأمانة وكانها مواد صبورة بالتنص على أن أنا مواد عامة قد أستقل منها ما يتناسب مع كل منشاء وكل هيئة من هيئة الخدمة الموطنية في الدولة وده دي ميزة في هذا القانون القانون لغى القانون 47 اللي كان بالفعل مستجد جداً لعمال مصر لغى العلاوة الدورية نصبع 5% من متوسط الأجل 75% وده دي ميزة كثيرة لأن كانت العاوة الدورية 3 جنيه و2 جنيه و2 جنيه كانت على حوالي من 20% من الأجل دلوقتي 5% من حوالي أكثر من 75-78% من الأجل دي ميزة جديدة أعطى المعوقين وزول إحتاجات الخاصة ومصاب الحروب والانفجارات وخلافه من موقع للعمل وعدد محدد في الهيئات المختلفة وده هتحدده لا يحب إذن الله أعطى المرأة حقها في الأجازة سناء الواقع 4 شهور أعطى للأسف جدك في ملحوظة عندي حضرتك في العامل المريض للأسف الشديد يقولي أن أنا في بداية 3 شهر أخد أجري كامل وأنا مريض 3 شهر للتنين أخد 75% من الأجل أخد 50% من الأجل فأتمنى أن هذه المادة تتغير لأن العامل المريض مصابه بالزيد إزاي أنا أخد نص الأجر أو 95% من الأجل وأنا مريض مرازم الفرق خصوصا هو بياخد الأجازة بموجب يعني شهادة طبية من المجلسة تمام تمام ما هوش نهوش لاجأ للإبتحايا والأوخلاف ولازم المريض الحقيقي لأنه وفي أجره كامل بالعكس لهو في الحالة بتساعده النقابة وتساعده المحوظين للجميع والسنادية الاجتماعية على أنه واجه هذا المرض بجلوسه في البيت أو وعاده في فرشه نعم أستاذ سعيد يعني أخيرا أو آخر سؤال هل ترى من وجهة نظرك في ضوء ما جاء في القانون أن هذا القانون سيقضي على الوساطة والمحسوبية عند التعيين في الوظائف سواء في بداية التعيين أو حتى في شغل الوظائف الإدارية العليا أنا أؤكد لسيادتك كما قال زميلي التكلم من قبل أنه بالفعل يقضي على الفساد بالفعل بيحدد حدود دنيا وقصوى حتى لأن الخبراء لنا ستعينجيهم يقضوا ثلاثين فقط لغير أن الاختيار للإدارة العليا حتى لو ثبت عدم كفاءة المد التعيين المتوسط يفصل من عمله أو يستبهى من الإدارة العليا حتى يمكن أن أعطي عام الفرصة لأنه لأخذ تقريرين سنويتين ضعيفين ألا وظيفة أخرى طيب يعني أستاذ سعيد يعني البعض أخذ على هذا القانون بأنه يعني لم يترك السلطة مطلقة للمحكمة المختصة بأن هي التي يكون لها القول الفصل والرأي النهائي والوحيد في فصل العامل من وجهة نظرك هل ترى أن هذا القانون هو يعني وسع السلطات إمكانية فصل موظفين من دون الرجوع إلى المحكمة؟ لحقيقة أنا بكامل مع سلطك يجب أن نص هذا القانون مرة أخرى أولاها تنفيذها على عودة اللجنة الخمسية للفصل من أجل الفصل الشيء بيش فصل تعسفه كما نص بعض مواد القانون يعني هل ترى أن إمكانية تطبيق أو التركيز على هذه المادة؟ ربما يعني البعض فسر وجود هذه المادة برغبة الحكومة أو الدولة في تقليص عدد الموظفين أو العاملين في الجهاز الإداري للدولة عبر عدة مواد في هذا القانون من ضمنها هذه المادة؟ أنا أعتقد أن حكومة إبراهيم المؤمنز إبراهيم نعم المؤمنز إبراهيم لا يمكن تكون بهذه الصورة من اجتماعات بعض الموظفين وكلافة وبتسعى لهذا العمر لأن القانون هو واضح جدا 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 ويوجد على السحاب يفضي على المحسوبية فأنا بأكد أحدثك أن للاحة تنفيذها هتكون أهم من هذا القانون دي تمام تمام شكرا لك أستاذ سعيد النقيب نائب رئيس اتحاد عمال مصر كنت معنا عبر الهاتف وأننتقل مشاهدين الكرام إلى ضيف آخر وهو الدكتور رشاد عبداللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان دكتور رشاد أهلا بك أهلا أهلا بك دكتور رشاد من وجهة نظرك وفي ضوء مطلعتك لمواد قانون الوظيفة المدنية الجديد يعني فيما أو من أين اختلف عن القانون العاملين المدنيين في الدولة السابق أو الذي كان يعمل به قبل صدور هذا القانون الجديد أولا يعني أحنا شكري أنه كنتوا بتدوا الجرعة التطبيقية دي لأفراد المجتمع اللي مشاهدونا دوقتي باتمعونا لأن قانون الخدمة المدنية نتكتر جدا لم يعني تطلع عليه أو على بنوده ولم يورد على كثير يعني من بعض الزملاء لكن أنا من وقع قراءاتي لهذا القانون أنا بقول فيه ثلاث حاجات مهمة جدا جدا الحاجة الأولانية هي إطلاق الابتكار وإطلاق الجدية لدى العاملين كان الموظف يعتمد على الرصوب الوظيفة أو بترقى بكل ست سنين بترقى هذا القانون أسم هذه الفترة إلى فترتين بحيث يدي فترة للطموح والتطور ومن الموظف يكتاد وأي مسؤول يكتاد عشان ياخد هذه العملية لكنين أولانين إذا اكتهد وكان مستادا بياخد ترقية به ثم إذا اكتهد في الفترة الثانية فترة ستينين بياخد ترقية ألف يبقى إذن إداله فرصة أنه حتى إذا كان كثلان لابد أن يطور نفسه أولا بأولا نعم دكتور رشاد هل أحدد القانون معايير التي يتم على أساسها الترقي من الذي يحدد أن هذا الموظف كفء وجدير بيئة ترقي القانون نص في بكتور الأولانية أنه لابد من توفر أنصر الكفاءة والجدارة وحط مؤشرات الكفاءة والجدارة تتيح إذا لم تعبس فيها أي دن فاسدة مرة ثانية بقول أنه نحن بيبقى القانون جيد والليحة التنفيذية جيدة جدا ولكن إحنا بنيجي بدينا بنبوض هذا الشيء أو بنحوله من هدفه النبيل إلى أداف أخرى أنا عندي جدارة وعندي قدرة على الكفاءة أن أنا بأدي عملي بانتظم باحترم شغلي بأدي الواجه بتاعها لأكمل واجه بقابل عملة مقابلة جيدة بيكون لها محاكات وأظن لها التنفيذية أتحط كثير من المحاكات الأخرى وبالتالي أنا لما أجتغل يبقى زميني لجنبي الغاية المهمة بيترقى لأ أشعر دلوقتي أن أنا عندي معايير بتتطبق وبناء عليها أنا هبدأ أكون النموذج المثالي أو الموظف المثالي أو أحاول أخذ الدرجات اللي هي محصوطة في المؤشرات الجادة تدل على الجدارة وعلى الكفاءة الحاجة الثانية أن أنا بطلق حرية الشباب دلوقتي احنا بتقول الشباب والشباب نصف المجتمع لما أنا أعمل رسول وظيفي أنا بعمل إيه؟ أنا بعمل طبور طويل على بالمال الشاب بيجي ترقم أو قدامه طبور طويل عريس جدا بأس الطبوح لكن لما أنا بحط هذه المؤشرات وبعمل زي موسيطك التطوير في عملية الترقية بيننا على الجدارة أنا بخفض هذه المدة وبالتالي بطلق الملكات وبطلق الاقتلاط والتفقات أنها تتقدم المعد الثالث الاجتماعي في هذا القانون أنا بكلم به عشان الناس تعرف أن فيه أبعاد اجتماعية تفضل البعد الاقتمال خاص بالمرأة التي تلت أو تابع هذه المرأة بتاخد أربع شهور بعد ما كاتل مدة وليلة تعمل ولها أن تطلب وفي هذه المدة بتعامل معاملة كاملة الأخ اللي استاذ سعيد قبل تكلم عن نقطة مهمة جدا جدا وهي العامل المريض وأنا بقول أن دي عايز النظرة وأنا أظن أن القانون لوقت كنتم سيادتكم بتنقشوه وإحنا بتكلم فيه أن نحتاجين إلى إعادة صياغة لبعض البنود زي العامل المريض زنبو إيه أنا مريض دلوقتي وبالتالي لابد أن أعالف كل دول العالم على فكرة وإطلاعنا عليها لجد أن العامل المريض تقفل له الأجازة والأجر الكامل طالما غير متبارد وغير مقصر في أداء عمله وبالتالي اللي إحنا نتدخل في هذه الأمور وأنا بقول هذا كلام ليه؟ عشان خاطر المريض لابد أن يحترم تماما صحيح نعم شكرا لك دكتور رشاد عبداللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة الحلولوان كنت معنا عبر الهاتف وأشكر ضيفانا الكريم دكتور أشرف صبر أستاذ الموارد البشرية كان معنا عبر الهاتف وكذلك الأستاذ سعيد النقيب نائب رئيس الاتحاد عمال مصر شكرا لكم جميعا مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حلقة اليوم من همزة وصل أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام ونستكمل اتصالاتنا الهاتفية ونرحب بضيوفنا الكرام نرحب بكل من الدكتور علي مبارك خبير الإدارة والإعلاء والآلام وكذلك أرحب بها الدكتورة غادة موسى أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية وكذلك أرحب بها الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد والعلوم الإدارية أهلا بكم جميعا وأبدأ مع الدكتورة غادة موسى أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية دكتورة غادة أهلا بك دكتورة غادة موسى خبيرة وأستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية أهلا بك أهلا بحضرتك دكتورة غادة يعني من وجهة نظر حضرتك يعني إلى أي مدى تسهم مواد هذا القانون في رفع كفاءة الأداء والفعالية للجهاز الإداري للدولة طبعا القانون في حد ذاته بيمثل نقلة نوعية في يعني الوظيفة الأمومية بشكل عام لأنه طبعا بيحقق ثلاث أهداف أول حاجة أنه يعني بيعتمد معايير الجدارة والكفاءة مقدمة عن معايير الأقدمية ثاني حاجة أنه هو طبعا بيحزم أكافة الإجراءات التي ممكن أن ينفذ منها الفساد فهو قانون مانع يعني لهذه الظاهرة يعني أو الأرحى السلبية ثالث حاجة حضرتك أنه هو بيعلي من مصلحة المواطن وخدمة المواطن لأن الجهاز الإداري للدولة ككل هو موجود لخدمة المواطن تمام دكتورة غدا يعني في ضوء ما أعلنته الحكومة ومسؤولون في الحكومة يعني وزير التخطيط والمتابع والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي كان قد أعلن أن الهدف من صدور هذا القانون هو رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطن من الجهاز الإداري للدولة هل نتوقع في اللائحة التنفيذية المرتقب صدورها خلال أو في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون هل نتوقع أن تحدد اللائحة التنفيذية عقوبات على من يعني يتقدم مواطن بشكوى من جهة إدارية أو جهة حكومية ما عاق الموظف الذي يعمل فيها عمل أو مصالح المواطنين عند رغبته في الحصول على الخدمة؟ طبعا حضرتك القانون الخدمة المدنية علشان طبعا المواطن يحصل على خدمة أو معلومة هو حتى من الضوابط ما يؤكد ذلك وطبعا هتكملها اللائحة التنفيذية لكن أيضا حضرتك علشان المواطن يحصل على خدمة أو معلومة ونازل نفرق بين اتنين لأن المعلومة خدمة برضو فلابد أن يحضر قانون لحق فيه تداول معلومات طوح الحصول عليها حرية تداول المعلومات حرية وفقا للمدى 68 من الدستور يعني له أرض ينأسس دستور إنما بالنسبة لكفاءة جهاز الإداري للدولة أيضا نحتاج أن ننظر إلى تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بعضها البعض لأن ده اللي بيخدم المواطن بدلا ما المواطن بيروح حضرتك يحصل على المعلومات القدمة من أكثر من جهة تمام ويعني ينهي إجراءاته من أكثر من جهة القانون بيضمن أن لابد وطبعا هناك أي قرار رئيس وزراء أن الجهات الحكومية لابد أن تتعاون فيما بينها في تبادل المعلومات بما يسهل الخدمات المقدمة للجميع دي رحم واحد رقم اثنين حضرتك ما يكنت الخدمات تمام القانون يعني كمان بيشجع على استخدام تكنولوجيا المسالات والمعلومات وتشجيع الابتكارات التي منشأ أنها تبسيط الإجراءات لخدمة المواطنين فدي موجودة الحاجة الثالثة أن الموظف اللي هو موجود أصلا لأن احنا غيرنا فلسفة القانون من الوظيفة قانون للنظام العاملين مدنيين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية يعني كلمة خدمة أن هذا الجهاز وهذه الفلسفة في تغيير يعني اسم القانون أنه يقدم خدمات دي المواطن والجمهور لأن الجمهور ممكن يكون مستثمر أو ممكن يكون أجنبي يعني فإذن حضرتك يعني الفحوة هذا القانون هي الخدمة طب عشان يقدم خدمة جيدة لازم الجهاز نفسه ينصالح من داخله كبيئة عمل كثقافة وظيفية كموظف كقوانين وأطر حاكمة ولواقح وإجراءات تنظيمية ولازم الموظف نفسه ثقافته تتغير أنه هو موجود ليس لي خدمة الوظيفة ولكن لخدمة المواطن ولابد أن يتفهم المواطن من الجانب الآخر دور هذا الجهاز وما له من حقوق وما عليه من وجه شكرا لك دكتورة غادة موسى أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية كنت معنا عبر الهاتف وأننتقل مشاهدين الكرام إلى ضيف آخر وهو الدكتور علي مبارك خبير الإدارة والإعلام دكتور علي أهلا بك أهلا بحضرتك فهند دكتور علي يعني إلى أي مدى يسهم هذا القانون الجديد قانون الخدمة المدنية في الإصلاح الإداري للجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة هذا الجهاز الإداري شوف عبرتك هو إصدار هذا القانون بيعكس رغبة حقيقية لدى الدولة في الإصلاح الإداري بعد ثورة الثلاثين من يونيو وعلشان نعرف الكلام ده نازم نرجع شوية لعلم إدارة المؤسسات وإدارة الدول والحقيقة الدولة بمفهوم المؤسسة الكبيرة هي بتعمل إيه الدولة؟ بتنتج خدمات أو سلع وتحاول أنها تحقق دخل معين وترفع ميزانيتها والدخل العائد للدولة في علم إدارة المؤسسات حضرتك علشان تخلي مؤسسة تنتج خدمات كويسة وسلع وإنتاج كويس وتجيب ربحة كويس ويؤدي ذلك إلى اقتمرار بقاء المؤسسة أو الدولة ومنفستها في السوق ويتحقق رضا المستخدمين نجم تشوف المدخلات أو المقومات اللي بتقوم عليها المؤسسة أو الدولة فتحسنها أبرز هذه المدخلات إيه؟ المدخلات التشريعية والمدخلات التنظيمية والمدخلات البشرية والمدخلات المالية والمدخلات المادية خد بالك المادية غير المالية دي المؤسسة بالأسف والمدخلات الإدارية والهندسية وإلى ما غير ذلك من المدخلات ثم تعمل عليها عمليات من خلال ددارة رشيدة تطلع لك السلع والخدمات بشكل جيد القانون بتاع الخدمة المدنية ده عامل إيه؟ هو خطوة جيدة جداً تجاه إصلاح ثلاثة من أبرز المدخلات اللي محتاجاها الدولة المدخلات التشريعية أو ده قانون أو تعامل القانون الخدمة المدنية على شان يقدم خدمة زي ما قال للوزير أشرف العربي جيدة للمواطن صلحنا القانون وتعامل مع أيضاً إيه؟ هو القانون ده قانون خدمة مدنية للعاملين بيحسن لك كمان الموارد البشرية كمان القانون ده بيشتغل على مدخل مهم جداً أو مقوم مهم جداً واخد بالك المقوم ما يقوم عليه شيء القيادات الإدارية وصف القانون الجديد على حسن اختيار القيادات الجديدة وعلى بناء صف ثاني من القيادات القانون الجديد أيضاً ليه مجموعة من الملاحظات الطيبة عليه أنا بس عايز أقول أن القانون في عمومه هو نتاج عمل بشري علشان بعض الناس اللي بتبقى تقول كلام ده القانون في عيب يتيب كل امتيازات ويمتغ على عيب زغير والبشر نازل يطلع عندهم عيوب مش ممكن أي عمل بشري هيتطلع في عيب أو نقف إنما أنت لما تيجي تقيم حضرتك تنظر إلى مجمل الامتيازات والعيوب هتلاقي مجمل الامتيازات أفضل العيوب ولا يلا لأنه ما بيش عمل بشري خالي من عيوب من ضمن المزايا بتاع هذا القانون حضرتك أنا شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية بيعلنها وينفزها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبنشرف عليها الوزير المختص والحياء ده حللنا مشكلة كبيرة جدا بنعاني منها منذ سنوات طويلة وهي مسألة الوظفة بالتعليم في الوظائف ما عادش سيبقى فيك كلامي خاضر أيضا وضع نظام جديد للأجور حضرتك اللي خلى الأجر الأساسي 75% والأجر المتغير 25% ناس كابت تشتكي أن هرم الأجر مالو في الوقت صلحنا هرم الأجر تماما كده القانون ده صلحه وضبطه تماما أيضا عمل مدونة سلوك لكل جهة من الجهات ليتعين على العاملين للتزام بأحكامها ووضع نظام جديد لتقويم أداء الموظف كمان أول سلطات القيادات الإدارية في مقاومة من الحراف ومحاسبة الفساد أنا عايز أقول أن القانون فيه مجموعة أنا بدعو الناس إقراء الأول قبل ما يحققوا عليه فيه مجموعة من الامتيازات أنا بس كنت حافي بالقانون لو فيه أي تعديل أو في الناحة التنفيذية فيه الموظفة تستحق أجازة وضع لمدة أربعة أشهر تحدى أقصى ثلاث مرات طول مدة عملها بالخدمة المدنية كنت أحد بصفة أمين عام جمعية الصوت المعارض رهنية أن تستحق الموظفة الأم التي لديها ابن معاق أجازات مكتوحة لأن الحقيقة دي فئة القانون والدستور أعطاها حقها أن عرض السيدة العاملة اللي لديها ابن معاق أو بنت معاق أحياناً تحتاج إلى أجازات طويلة ولابد القانون يسمح بذلك لأنه بيبقى ظروف المعاق ظروف صعبة جداً ولا تحتاج الأم الموظفة إلى تيسيرات هل من وجهة نظرك دكتور يمكن أن تتداركها اللايحة التنفيذية عند صدورها؟ أتصور ممكن اللايحة التنفيذية تتدارك هذا وأيضاً أن الأم اللي عندها طبقة للقانون بتاخد ساعة مبكرة رضاعة أتصور الأم اللي عندها ابن معاق تحتاج هذه الساعة المبكرة طبقة الصبح أو آخر النهار لأنه المعاق الرئيس أفتاح الشخصية المهتم جداً بهذه الفئة وهذه الفئة ضعيفة وأيضاً الدولة مهتمت بها في الدستور وعلينا أن نهتم بها أيضاً في قانون الخدمة المدنية وده الحالات الإنسانية اللي زي دي فتدعني هي اللي بتخلي العامل المدني أو العامل الآخر بيخلص في العمل ويؤدي عمله تمام لأنه زي ما حضرتك بتراعي الجوانب الإنسانية بتاعتي أنا براعي جوانب العمل وبأخلص في العمل كل الإخلاص نعم شكراً لك الدكتور علي مبارك خبير الإدارة والإعلام كنت معنا ضيفاً كريماً عبر الهاتف وننتقل مشاهدين الكرام إلى ضيف آخر وهو الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد والعلوم الإدارية دكتور حمدي أهلاً بك أهلاً ورحمة عبد دكتور حمدي كان القيادات العليا أو القيادات الإدارية العليا تشكو في السابق من أن القانون قانون العاملين المدنيين في الدولة يغل يدها في اتخاذ إجراءات عقابية اتجاه أو ضد الموظف الذي يعمل تحت رئاستها إذا كان متسيباً أو غير ملتزم بالواجبات الوظيفية الملقاة على عتقي إلى أي مدى يمكن أن يتيح هذا القانون حرية أكبر للقيادات الإدارية مع الحرص أو أن هذه المادة ربما تكون سلاح ذو حدين إذا ما كانت أيضاً ربما تشكل خطورة على المستقبل الوظيفي لموظف ما إذا ما كان يشعر بالتعصف حيال القيادة والله طبعاً هو القيادات مفتربة فيها المستقبلية والحيدة والنزاعة وأهم شيء خطي اختيار القيادات نفتاح نعم سمعتها ونزاهتها وكفائتها أيضاً مهمة في هذه الحالة وبيتم تعيينهم بناء على قانون خمسة لسنة واحد وما زالت سارياً حتى الآن حتى مع القانون الجديد وبيبقى فيه لجنة للاختيار وبيبين قدرته على التطوير وبيعمل بحث أو مشروع للتطوير الجهة اللي يتعمل لي تعيين عليها إلى آخر فالموظف في هذه الحالة الجزء من تقييمه هو حصن اختيار المعاونين أو العاملين وتدريبهم وتأهلهم لحيث أنهم يتحملوا المسؤولية في المستقبل ومنهم يبقى فيه صف كالي وصف كالي إلى آخر فالموظف إذا اتكب خطأاً وفي هذه الحالة يمكن له أن يتظلم والتظلم بيبقى فيه لجنة فيها عضو من خدوني وفيها عضو شؤون العاملين والجال الصوديم والإدارة وبالتالي يعني رجعة العمل ويعني مطروكة لغئيس المباشر فقط في هذه الحالة إنما القانون قال للموظف المباشر يأخذ ثلاث أيام جزء سفوي تحد عقصة ثلاث أيام لو كان الرئيس لا وجد أنه مقفر في الشيء ولا تتنظروا ولابد أن يثبت ذلك في قرار الجزاء مع عدد ذلك لابد أن يكون بتحقيق من الشؤون القانونية طب لا وضع الجزاء في هذه الحالة وإذا كان الجزء بتاعه 10 كيام فيأثر على الترعية ويؤثر على المستقبله الوظيفي إلا بعد مدة ممكن ويعود شكرا نعم وصلت نقطتك دكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد والعلوم الإدارية كنت معنا عبر الهاتف ننتقل مشاهدين الكرام إلى ضيف آخر الدكتور عبدالصمد الشرقاوي مدير المركز العربي للتنمية البشرية دكتور عبدالصمد أهلا بك أهلا بك والمستمعين وخصوصا من الدكتور حمدي عبدالعظيم نعم أهلا بك دكتور دكتور إلى أي مدى من وجهة نظرك يساهم هذا القانون الجديد في رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة الحقيقة فيه ثلاث عوامل أساسية في القانون للتنمية الإدارية في جهاز الدولة وهي أولا أسليم الترقية لا تقتصر على الأخدمية مثل زمان لكنها بتاخد عدة عوامل معاها الداع والابتكار والمهارة والقدرة على الإنجاز بسرعة العمل بسرعة العمل بدرسة العمل بحصن معاملة ده كله داخل بتحت الجدية والاستمرارية في العمل نمرة ثلاثة نمرة ثلاثة في المعاشات من عشرين في المية إلى تمانين في المية وده يخلي حسن مستوى المعاش للعاملين بعد نعيش لهم لابد أن يكون لديهم حافظ شديد جدا على أن هم يشتغلوا بجدية ونشاط نمرة ثلاثة أن القانون متعدد لأداف فتح باب الترقية من ثلاث مستويات إلى خمس مستويات وفي نفس الوقت زيادة الداخل في العلاوة الثانوية بدون المستوى الوظيف اللي هو فيه كل هذه العوامل أدت إلى أن يبقى فيه حوافظ دائمة ومستمرة لموظف الدولة أنه يحسب أدميته وإذا كله داخل فيه تنفيذ مبدأ العدالة الاجتماعية حسب الجسور المعدل سنة 2014 شكرا لك دكتور عبدالصمد الشرقوي مدير المركز العربي للتنمية البشرية كنت معنا عبر الهاتف والآن مشاهدين الكرام نعود مرة أخرى إلى الزميلة ألاء حامد لاستعراض آخر ما وصل من مشاركاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي إليك ألاء أهلا بكم من جديد مشاهدين بالفعل شهاب ما زالت ترد إلينا حتى الآن العديد من الأراء والتعليقات حول موضوع الحلقة نحاول معكم سريعا الآن أن نتعرف على مجموعة أخيرة من هذه الأراء من خلال استعراض بعض المشاركات التي وردت إلينا وأول مشاركة معنا من محمود بكر وهو يقول كيف لي أن أقول رأيي في هذا القانون وأنا ما زلت لا أعلم عنه الكثير إذن فهو يطالب المزيد من التوضيح حول هذا القانون تعليق أيضا من هلال المريجي وهو يطالب أيضا بالمزيد من التوضيح حول قانون الخدمة المدنية ننتقل إلى تعليق من أدهم صبري وهو يرى أن هذا القانون يساعد على الرشوة والمحسوبية وعلى الكسل من جانب الموظف فيقول هذا القانون سوف يؤدي إلى كسرة الرشوة والمحسوبية لعدم الترقي إلا بعد تقرير المدير ومن هنا سوف يبدأ التودد إلى المدير وربما يصل الأمر إلى الرشوة وذلك للحصول على تقرير يؤدي إلى ترقية ومن جانب الموظف أيضا ربما يؤدي هذا القانون إلى الكسل وعدم الاحتفاظ بالأجازات لمدة ثلاث ثانوات هذا سوف يساعد على الغياب ولماذا أذهب وأنا لدي رصيد سوف يضيع علي وحتى لو هناك احتياج في العمل فكيف لا أخذ أجازات وهذا الأمر ربما يعود أيضا إلى إرادة من يدير المكان وهو يطالب بأن نحصل على تعليم أعلى ونحارب الأمية ورفع معدل التعليم في الحكومة ومن ثم تحسين المنظومة الإدارية ككل ننتقل إلى تعليق من صديق البرنامج بدوي عبد الموجود وهو يقول إلى مدى بعيد سيسهم هذا القانون في تحقيق وإعادة بناء مراكز الشرطة على سبيل المثال على أعلى مستوى وتقوية المجالس له أهمية جيدة وتشغيل العمالة وهي الخدمة المدنية لحقوق العمل في المصنع أو في كل المجالات والحفظة كثيرة من خلال هذا القانون ننتقل إلى تعليق من صديق البرنامج محمد الطواب وهو يرى أن هذا القانون ربما يزيد الوسطى والمحسوبية ويضع الشخص المناسب في المكان غير المناسب ويطالب القضاء على الفساد الإداري وتنفيذ القانون بشكل الصالح العام مشاهدينا كانت هذه آخر مجموعة من الأراء والتعليقات حول موضوع حلقة اليوم نشكر كل من شاركنا بالرأي وبالطبع كانت هذه عينة عشوائية لا تعبر عن رأي برنامج همزة وصل أو رأي العاملين بقناة النيل الأخبار وفي الختام نعود لشهاب شعلان إليك شهاب شكرا لك يا لاء حامد وشكرا لكل مشاهدينا الكرام الذين تواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على مدار حلقة اليوم إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج همزة وصل والذي كان موضوعها إلى أي مدى يسهم قانون الخدمة المدنية الجديد في الإصلاح الإداري للدولة مشاهدينا الكرام في الغد موضوع جديد وهو ما رأيك في قرار وزارة الأثار برفع أسعار تذاكر بعض المناطق الأثرية على المصريين مشاهدينا الكرام هذا هو موضوع حلقة الغد إن شاء الله في انتظار مشاركاتكم وأرائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عبر مدار حلقة الغد إن شاء الله إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء